موسيقى يقول الخبراء العسكريون الغربيون أن عام 2016 لو عدنا للوراء لكان عاما غريبا بالنسبة لأي دولة خاصة من الدول الحليفة للولايات المتحدة للقيام بعملية تخطيط استراتيجي موجهة نحو المستقبل فقد كانت أستراليا أحد هذه الدول ففي ذلك العام قامت أستراليا بنشر الورقة العسكرية البيضاء التي عكف المحللون على تحليلها والتدقيق فيها عن كثب ويرى المحللون أن هذه الورقة كانت الإشارة الأولى لتفكير الأسترالي الاستراتيجي حول المتطلبات الجغرافية للبلاد من أجل ترتيب القدرة الأسترالية على استعاب الأسلحات المتطورة والقدرة الفعيلة للعمليات العسكرية عبر منطقة المحيط الهادئ والأسيوية وبالطبع من خلال الحفاظ على الحالة الراهنة والحفاظ على القانون الدولي كما يقول هؤلاء الخبراء لتعطيل ما اعتقده الأستراليون المحاولات الصينية المستقبلية لتغيير خريطة المنطقة ولكن يعتقد الخبراء أن الأمور تغيرت بشكل كبير بعد عام 2016 بالنسبة لأستراليا والنظام القائم على القوانين والقواعد الجامدة والأحكام المسبقة التي تعتمد على مسيرة الاستقرار في منطقة المحيط الهادئ السابقة فقد أدى انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة والتدهور السريع للعلاقات بين الولايات المتحدة وصين إلى زيادة التوتر في منطقة المحيط الهادئ الاسيوية ولا يزال هناك الكثير من المتسعي لتعليمات الورقة العسكرية البيضاء لعام 2016 ولكن التطورات الجديدة تستحق إعادة التفكير في هذا السياق عصدرت الحكومة الاسترالية وثيقتين مؤخرا في عام 2020 قدمت الوثيقة الأولى التي حملت عنوان تحديث استراتيجي للدفاع لعام 2020 نظرة ثاقبة عن الكيفية التي غيرت بها التطورات الأخيرة متطلبة الدفاع الاسترالية وإلى جانب هذا التحديث عصدرت وزارة الدفاع الاسترالية وثيقة أخرى تضمنت خطة لهيكل قواتها وجيشها فكما أشارت وزارة الدفاع الاسترالية في وثيقة التحديث الدفاعي الاستراتيجي فإنه في حين تستمر محركات التغيير المحددة في الورقة العسكرية البيضاء لعام 2016 فقد تسارعت بوتيرة أسرع مما كان متوقعا بصورة عامة تنظر وثيقة التحديث الاستراتيجي إلى المنطقة المجاورة مباشرة إلى أستراليا والمتمثلة في شمال جنوب شرق آسيا وشرق جنوب المحيط الهادئ وغربا إلى منطقة المحيط الهندي على أنها بيئة أمنية متداورة مليئة بتحديات أكبر واستشعرت وثيقة التحديث أيضا الشبح الذي يلوح فوق أفق الولايات المتحدة التي تخوض هذا العام انتخابات الرئاسية يمكن أن تأخذ السياسة الخارجية الأمريكية في منحة أسوأ يفوق فترة تولي ترامب الرئاسة الأمريكية بعد يناير من عام 2017 إلى أن الوثيقة الأسترالية المحدثة لم توجه الانتقادات للولايات المتحدة على تحركاتها في منطقة آسيا على غير هدى كما يعتقد المحللون وأبدلا من ذلك تظهر الولايات المتحدة بشكل بارز على أنها حجر الزاوية المستمر لإستراتيجية الدفاع في أستراليا وليس فقط الوحيدة وتشير الوثيقة إلى أن الترتيبات الأمنية والتشغيل البيني وتبادل المعلومات الاستخباراتية وتعاون التكنولوجية والصناعية بين أستراليا والولايات المتحدة تعتبر حاسمة للأمن القومي لأستراليا ويعتقد الخبراء أن التحول الكبير الذي يمكن القول بأنه جعل مثل هذا التحديث ضروريا هو تغيير أوسع نطاقا لنهج الصين اتجاه الشؤون الخارجية في محيطها بهذا المعنى لا يمكن إصدار التحديث الاستراتيجي الدفاعي لأسترالي في وقتنا أكثر ملاءمة عندما تغرق بكين في المواجهات المستمرة مع جيرانها في جبال الأملايا وبحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي وكانت هذه العوامل موجودة في عام 2016 عندما كتبت الورقة العسكرية البيضاء لكن التحديث الجديد يسلط الضوء على البلدان التي لم يتم تسميتها والتي تسعى لتحقيق مصالح من خلال مجموعة من الأنشطة القصرية وتركز وثيقة التحديث على زيادة الاستثمار في أسلحة المهاجهة التقليدية على وجه التحديد الصواريخ بعيدة المدى ويعتقد الخبراء أن هذا التطور سيكون موضع ترحيب بالنسبة للكثيرين في المجتمع الأسترالي في الولايات المتحدة حيث تعلو الدعوات إلى الحلفاء الأمريكيين لاكتساب مثل هذه القدرات منذ فترة طويلة فاسة قبل انتهاء معاهدة القوى النووية متوسطة المتع لعام 1987 في عام 2019 كما ويشير التحديث الاستراتيجي الدفاعي إلى أنه سيتم تعزيز القوة التدميرية بعيدة المدى من خلال أنظمة صاروخية إضافية بعيدة المدى ومدفعية محمية عالية الحركة وتطوير محسن للصواريخة هذا وتحدد خطة هيكلية القوات الأسترالية استثماراً تتراوح قيمته بين أربعمائة وخمسمائة مليون دولار أسترالي لشراء صواريخ الهجمات البحرية ناريتايم سترايك ميسلز والذي يطلق من الأرض في الفترة الممتدة بين ألفين وأربع وعشرين وألفين وثلاثين فقد أوضحت المصادر العسكرية المطلعة أن أستراليا تسعى حصول على صاروخ مضاد للسفن الطويل المدى الـ RASMAGM-158C بتكلفة تقدر بحوالي 800 مليون دولار أسترالية وتوضح هذه الوثيقة أيضاً خططاً لتطوير برنامج اختبار وتقييم للهجمات بعيدة المدى عالية السرعة والدفاع الصاروخية بما في ذلك الأسلحة الفرط صوتية مما يؤدي إلى تطوير نماذج أولية لإرشاد الاستثمارات المستقبلية كما يبرز الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل بشكل قوي في الوثيقة أيضاً كل ذلك بهدف تحسين بقاء وصمود قوات الأسترالية ويعتقد الخبراء أنه يتم تصميم هذه الأنظمة في نهاية المطاف للسماح للقوات المسلحة الأسترالية بالتباهي بأنواع من قدرات الهجمات بعيدة المدى التي يمكن أن تزيد من قدرات أستراليا على رضع الخصوم مثل الصين في منطقة الجوار المباشر وربما حتى بحر الصين الجنوبية ويرى الخبراء أنه من خلال تعزيز القوات الأسترالية للتعامل بشكل أفضل مع مجموعة أكبر من الأهداف يمكن للبلاد أن تتطلع إلى الاعتماد بشكل أقل على الولايات المتحدة والشركاء الآخرين للوصول إلى التأثيرات الاستراتيجية التي تسعى إليها وبينما لا يزال الشركاء والتحالف مع الولايات المتحدة في قلب الاستراتيجية الأسترالية يرى النهج الجديد أن أستراليا قد تجد نفسها بحاجة إلى الاعتماد على ذاتها عندما يتعلق الأمر بتهديدات معينة ولا شك أن هذه القدرات لن تكون رخيصة التكلفة فلتطبيق خطط هيكلية القوات الأسترالية لعام 2020 تعتزم الحكومة تزويد الدفاع بتمويل إجمالي على مدى العقد المقبل حتى 2029-2030 بحوالي 575 مليار دولار بما في ذلك 270 مليار دولار في استثمار القدرات أستراليا اليوم تعتقد أن مساحتها الواسعة كقارة وعدد نفوسها الضئيل مقارنة بهذه المساحة يجعلها هدفا سهلا لدول قريبة فيها كثافة سكانية عالية كصين واندونيسيا وقد يفرض هذا الوضع أن تنظر إلى أستراليا كهدف محتمل في العقود القاتمة ويبقى السؤال هل تستطيع أن تحمي أستراليا مصالحها الوطنية دون الاعتماد على الولايات المتحدة؟ أمر يشك فيه الكثير من المراقبين فأستراليا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية أصبحت مرتبطة بالأمن القومي الأمريكي بعد أن ضعفت قبضة رعيتها الأولى بريطانيا وانكفأت على نفسها بسبب العجل الاقتصادي لما بعد الحرب ترجمة نانسي قنقر